مقاومة الماء بالكامل منفذ USB-C خصائص قلم جديدة وذكية كل هذا وأكثر في النوت 7 السلام عليكم لتو فقط تم الكشف عن جهاز جالكسي نوت 7 الجديد من سامسونج الجهاز رح يستخدم معالج 80 نواة و 4 جيجا بايت من الذاكرة الأشوائية 64 جيجا بايت من الذاكرة التخزينية قابلة للترقية ب 256 جيجا بايت إضافية عن طريق كروت الذاكرة الخارجية من أهم الإضافات الجديدة هو تسجيل الدخول عن طريق قزحية العين بحيث أن الجهاز مجرد ما توجه العينك رح يسوي مسح القزحية العين الخاصة فيك هذه طريقة آمنة جدا للشخص عشان يسجل الدخول وحتى قلنا للشخص يجربها وهو لاوس نظرات وكانت تشتغل بدون أي مشاكل نظام قزحية العين هو نظام إضافي موجود بالإضافة لبصمة الأصابع اللي تشتغل أيضا في الجهاز الجديد ورح يساعدك أنك تحمي ملفاتك وأشيائك الخاصة اللي موجودة بالهاتف سامسونج أضافت للنوت 7 ميزة جديدة اسمها Secure Folder أو المجلدات الآمنة بحيث أنك تقدر إذا ضغطت عليها ما رح تنفتح معاك إلا إذا سويت مزح القزحية العين الخاصة فيك هذا المجلد ممكن يحتوي على ملفاتك الخاصة ممكن يحتوي على تطبيقات ممكن يحتوي على صور هذا الشي يراجع لك وخيار لك إيش الأشياء اللي تبغى تحميها في هذا المثال نروح للمجلد الصور ونختار صورة ما وطبعا رح نحول الصورة هذه لل Secure Folder المقفل وبالتالي رح تختفي تماما من مجلد الصور ونقدر نشوفها الآن في المجلد Secure File ورح تكون موجودة هنا لين ما نقفل الجهاز مرة ثانية ولا رح تفتح إلا بالبصمة شاشة الجهاز لازالت من أروع ما يكون دقة QHD حجم 5.7 إنش وتقنية Super AMOLED المعروفة وما ننسى الإضافة الجديدة وهي دعم تقنية HDR للفيديو الجهاز كان مريح جدا أثناء الحمل والاستخدام والجميل فيه هو تصميم الجديد اللي يعتبر منحني الأطراف من جميع الجهات وبشكل متساوي متناسق جدا ونقدر نلاحظ هذا التوجه الجديد في التصميم لما نستعرض الجهاز من جميع الجوانب سواء من الأطراف اليمين أو اليسار أو من الأعلى والأسفل وجب التنبيه طبعا على معلومة مهمة جدا وهي وجود منفذ USB-C أخيرا في جهاز Note 7 وأزيدكم من الشعر بيت الجهاز مقاوم للماء بالكامل يعني مثل ما تقدر تستخدمه فوق الماء حطه في الماء والنوت شغال اكتب عليه بالقلم ورح يشتغل حتى القلم مقاوم للماء وزي ما هو ظاهر أمامنا كل الكتابات اللي كتبناها تحت الماء ظاهرة بدون مشاكل الكاميرا الخلفية 12 ميجابيكسل والأمامية 5 ميجابيكسل وكلهم فتحة F1.7 وكون فتحة العدسة صارت أكبر هذا يعني أداء أفضل في ظروف الإضاءة الضعيفة من واجهة التصوير نقدر نلاحظ أن سامسونج خلتها أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام من اللوقات الماضية وعجبتنا حركة معينة سوتها سامسونج نقدر نوصل من اليمين للفلترز أو نقدر نوصل من اليسار إلى القائمة الخاصة بالإعدادات وخيرا من تحت نقدر نوصل للتصوير من الأمام بحيث نحول بين الكاميرتين وهذا يسهل بشكل عام لاستخدام بيد وحدة في تطبيق الكاميرا الخاصة بسامسونج نتكلم الآن عن نظام التشغيل نظام التشغيل هو أندرويد 6.0.1 المعروف بمارشميلو وسامسونج لازالت تحافظ على توجهها بتقديم واجهة مبسطة جدا مع خيارات ذكية جديدة وهنا نقدر نشوف واحدة من خطوات التبسيط الجديدة وهي أن كل تطبيقات النوت اجتمعت في تطبيق واحد صار اسمه سامسونج نوتس بشاشة الكبيرة ونظامه والعتاد القوي جدا لازال واحد من جهازتنا المفضلة عشان نتصفح عليه موقعنا اللي تحبونا كلكم أكيد الجهاز سريع جدا وكالعادة متجاوب في كل شيء ولا ننسى شاشة QHD تخلي دقة النصوص كبيرة جدا من الأفكار الجديدة شغل الواي فاي من هنا على طول رح يعطيك قائمة الشبكات اللي موجودة واللي تقدر تتصل فيها وإذا ما تعجبك برودة شاشة السوبر أموليد تقدر من هنا تتحكم فيها تعليها وتزودها لين تلقلي ناسبك حتى تقدر تسوي لها جدولة بحيث تتغير على أوقات يومك خيارات توفير الطاقة اللي موجودة ذكية جدا ومفيدة مثلا نقدر نختار المتوسطة واللي بتعطينا 19 ساعة من العمل ونقدر نشوف هنا أننا نقدر نتحكم في بعض الخيارات بحيث نخصصها باللي ريحنا مثلا نبينخلي الـ CPU يشتغل بعض طاقته وكذا بيعطينا 18 ساعة بدل 19 ساعة سامسونج حرصت على تبسيط الجهاز وتجميع الأشياء اللي تحتاجها في مكان واحد قدر الإمكان مثل تطبيق ديفايس مينتيننس اللي يجمع لك البطارية والتخزين والذاكرة والأمان في مكان واحد الآن نتكلم عن جوهر الجالكسي نوت اللي هو القلم نلاحظوا أنه صار لها راس أصغر وبالتالي يعطيك دقة القلم الحقيقي أثناء الكتابة زي ما تعرفون بمجرد أننا نطلع القلم من الجهاز رح يفتح لنا النوت على طول ونقدر نكتب مباشرة وهذه النوت اللي تكتبها تقدر تخليها تظاهر على طول لك على الشاشة الرئيسية عن طريق خاصية Always On اللي تخلي الشاشة شغالة طول الوقت حتى لو أنتم مقفل الجهاز وبضغطة بسيطة تقدر ترجع للشاشة الأساسية وبضغطة ثانية تقدر ترجع للنوت اللي أنت كتبتها إضافة مميزة جدا لقائمة القلم هي Translate الترجمة مجرد أنك تضغط عليها اختار أي كلمة في المكان اللي تقرأ عليه ورح يعطيك ترجمته مثل ما يظهر عمامنا الآن بالعربي وأتوقعه بتعجب شباب السوشال ميديا والتويتر والأشياء هذه الخاصية هي أنك تصنع صورة متحركة GIF عن طريق القلم تختار Smart Select وإنت تفرج على واحد من الفيديو وتقول لأنيميت تختار الإطار اللي أنت تبغى تتحكم فيه ولما تخلص رح تضغط على Record وزي ما نشوف عندنا أيضا في مكان تقدر تتحكم فيه بجودة الصورة المتحركة أثناء التصوير بنشوف أن عندنا حد عبارة عن 15 ثانية وأثناء الـ 15 ثانية هذه ما تتسجل نقدر نشوف تحتها حجم الصورة المتحركة بالميجا بايت عشان هذا شي مهم لما تشاركها لما يخلص الـ 15 ثانية رح يكون عندنا خيار أننا نرسم عليها أو نحفظها بهنا حفظناها وطبعا نقدر نشوفها أنها بتظهر معنا عن طريق قائمة التنبيهات وبالتالي نقدر نضغط عليها ونروح ونعرض الصورة المتحركة اللي سجلناها والآن بعد ما تأكدنا أنها فعلا الصورة المتحركة بالشكل اللي كنا نبغاه نقدر نختار Share والمشاركة ورح تظهر هنا عندنا التطبيقات المختلفة عشان نشارك الصورة قبل ما نختم نقول لكم أن بطارية الجهاز رح تكون 3500 ميلي أمبير هذه النهاية سافرنا لنيويورك لعيونكم عشان نقدم لكم التغطية الكاملة للنوت 7 الجديد لا تبخلون علينا باللايك والاشتراك بالقناة وانشروا الفيديو عشان يستفيد منه أكبر عدد من الناس مع السلامة